الحمد لله رب العالمين وموضوع هذه المحاضرة هو الوسطية والاعتدال منهج حياة والوسطية هذه المادة الواو والسين والطاء هذه المادة في لغة العرب تدور حول معنى العدل والخيار كما قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاءً أي عدولاً خياراً وقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي الفضلة وهي الصلاة العصر وقال قال أوسطهم أي أخيرهم وأعدلهم وأفضلهم فهذه المادة تدور حول معنى العدل والخيار وليس معنى الوسط كما يفهمه بعض العامة أنه التنازل عن بعض أمور الدين أو نحو ذلك لأن بعض العامة يفهم هذه الكلمة وسط بأن الإنسان يكون دون المستوى المطلوب يقول فلان وسط يعني أنها دون المستوى المطلوب فلان ضمته وسط أي أن ضمته دون المستوى المطلوب وهذا الفهم غير صحيح أما المقصود بالوسطية في اللغة العربية العدول والخيار وأما الاعتدال فيعني الاستقامة والاستواء والتوسط بين مجاوزة الحد المطلوب والقصور عنه هذا هو الاعتدال فالوسطية والاعتدال تكون بالتزام الصراط المستقيم الوسطية والاعتدال تكون بالتزام الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة هذا هو مفهوم ومعنى الوسطية والاعتدال وهذه الوسطية والاعتدال ينبغي أن تكون منهجا في حياة المسلم في جميع أموره في جميع أمور دينه ودنياه فإن الإنسان في طباعه وأخلاقه إذا نظرنا لهذه الأخلاق والطباع نجد أن الأخلاق الكريمة والطباع الكريمة أنها وسط بين خلقين مذمومين الخلق المحمود وسط بين خلقين مذمومين ونذكر لهذا أمثلة الكرم خلق كريم بين البخل والتبذير الكرم خلق محمود وهو وسط بين البخل وهو مذموم والتبذير وهو مذموم التواضع خلق كريم وهو وسط بين الكبر وبين الذل والمهانة الكبر مذموم والذل والمهانة أيضا مذموم والتواضع خلق كريم بينهما الشجاعة الشجاعة خلق كريم بين خلقين مذمومين بين الجب والتهور الجب خلق مذموم والتهور خلق مذموم والشجاعة خلق كريم بينهما القناعة خلق كريم وهو وسط بين خلقين مذمومين وسط بين الحرص وبين الخسة والمهانة الحرص مذموم والخسة والمهانة مذمومة والقناعة خلق كريم مطلوب الأناه خلق كريم وهو من الأخلاق التي يحبها الله ورسوله وهو خلق كريم بين خلقين مذمومين بين العجلة والتهور العجلة خلق مذموم والتهور خلق مذموم والآنات خلق وسط كريم بينهما الرحمة خلق كريم بين خلقين مذمومين بين القسوة والضعف القسوة خلق مذموم والضعف خلق مذموم والرحمة خلق وسط بينهما وهكذا فإذا الخلق المحمود خلق كريم بين طرفين مذمومين وصاحب الخلق الكريم وهو الخلق الوسط مهيب ومحبوب في الوقت نفسه مهيب ومحبوب وعزيز وهذه هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صفته أن كل من رآه هابه وكل من خالطه أحبه فأخلاقه عليه الصلاة والسلام كانت أخلاقاً كريمة وسطاً بين الأخلاق المذمومة فصاحب الخلق الوسط الكريم يكون مهيباً محبوباً في الوقت نفسه مهيباً لمن رآه ومحبوباً لمن خالطه وعاشره الوسطية هي صفة من صفات الأمة سمة عظيمة من سمات هذه الأمة كما قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وذلك أن هذه الأمة هي أكرم الأمم ويخير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس وتشهد يوم القيامة تشهد على الأمم الأخرى لتكونوا شهداء على الناس قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي نوحا ويقول له هل بلغت فيقول نعم فيقول لأمتي هل بلغكم فيقولون لا فيقول الله له من يشهد لك يا نوح فيقول تشهد لي أمة محمد فتشهد أمة محمد بأن نوحا قد بلغ فيقول قوم نوح لأمة محمد كيف تشهدون وأنتم إنما أتيتم بعدنا فتقول أمة محمد أخبرنا نبينا بذلك فصدقناه فشهدنا بذلك وهذا معنى قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة ويظهر الله عز وجل فضائل هذه الأمة يوم القيامة حتى إنه كما جاء في الحديث ما من أحد يوم القيامة إلا ويتمنى أنه من هذه الأمة أيضا أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق والجماعات وهذه السمة سمة الوسطية تميز بها أهل السنة والجماعة وسار عليها الناس منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك دب إلى الأمة ما دب إلى الأمم قبلها فأصبح الناس على ثلاثة أصناف صنف فرط فرط في الدين وتحلل منه وعلى النقيض من ذلك صنف شدد على نفسه وخرج عن الحد وغلى في الدين وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين هذه الفرق وحافظوا على هذه السمة الوسطية حافظوا عليها الوسطية والاعتدال فلا إفراط ولا تفريط ولا غلوة ولا تقصير الطرفان الإفراط والتفريط كلاهما مذموم فإن التفريط يعني التحلل من أمور الدين ومن واجباته والإفراط يعني الغلو الغلو في الدين وهو أيضا من أسباب الهلاك ولهذا قال عز وجل فاستقم كما أمرت ثم قال ولا تطهو ولا تطهو فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطهو فنهى عن الطغيان يعني الغلو لما أمر الله تعالى بالاستقامة في قول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أمر بعد ذا قال ولا تطهو يعني فيه نهي عن الغلو لأن الغلو من أسباب الهلاك كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وبعض النفوس تشطح إلى الغلو وإلى التشديد على النفس ولهذا وجد شيء من هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها ثم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التشديد على النفس والغلو أنه راغبة عن السنة وأنه مخالفة للشرع فالإفراط والتفريد كلاهم مذموم الغلو والتقصير كلاهم مذموم ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أنها كانت تقوم الليل وتضع حبلا بين ساريتين ربضت نفسها فقال عليه الصلاة والسلام ما عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يملح تتمل وأمر بأن يحل هذا الرباط وذلك لأن هذا التشديد على النفس مآله إلى الانقطاع هذا الغلو والتشديد مآله إلى الانقطاع فينبغي أن نسعى إلى تحقيق معنى الوسطية وأن نرسخ هذا المفهوم في النفوس بمعناه الصحيح بعيدا عن الغلو وبعيدا عن التفريط والتقصير الأمة الإسلامية كما ذكرنا هي وسط بين الأمم وأهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة فعندما ننظر إلى أهل السنة والجماعة نجد أنهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة فالمعطلة عطل الله عز وجل عن صفاته وأسمائه وهو يقابلهم المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بخلقه أما أهل السنة والجماعة فهو وسط أثبت لله عز وجل أسمائه وصفاته على الوجه اللائق به إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وكذلك أيضا هم وسط في أفعال الله عز وجل أهل السنة وسط في أفعال الله عز وجل بين الجبرية والقدرية بين الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور على فعله وأنه كريشة في الهواء وبين القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء وهم أيضا وسط في نصوص الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوه فهم وسط بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وبين الوعيدية من الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة والمعتزلة الذين يقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين والخوارج والمعتزلة يقولون عن مرتكب الكبيرة في الآخرة إنه مخلد في النار أهل السنة والجماعة وسط في ذلك قالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه لكنه لا يخلد في النار فأهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد فكانوا وسطا بين هذه الطوائف فنجد أيها الإخوة أن الوسطة هو الحق وأن الوسطة هو الخلق المحمود وأن الوسطة هو الخلق الكريم بل حتى في تعامل الإنسان مع الآخرين ينبغي أن يسلك مسلك الوسطية والاعتدال فعندما يريد أن يثني على أحد لا يغلو فيه ويبالغ في المدح والثنى وأيضا لا يبخسه حقه ولا يثني عليه وإنما يكون معتدلا في ذلك يثني عليه من غير غلو ومن غير إفراط وهكذا أيضا في الحكم على الأشخاص وعلى الطوائف وعلى الناس ويكون الإنسان معتدلا في ذلك وسطا يزن الأمور بميزان الشرع ومن غير جنوح إلى الإفراط أو إلى التفريط الإفراط والتفريط كلاهما تطرف الإفراط والغلو تطرف إلى الشدة والتفريط أيضا تطرهم في الجانب المقابل فكلاهما تطرف والتطرف مذموم بجانبي بجانب التحلل والتفريط وبجانب الغلو والتشديد والمطلوب هو الاعتدال والوسطية فينبغي ترسيخ وتكريس هذا المفهوم في النفوس وأن يبين للناس بأن دين الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال وأن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الوسطية والاعتدال هذا المنهج بإذن الله عز وجل هو من أسباب الثبات وهو الذي يحمي الناس وبخاصة الشباب من الوقوع في النزوات ومن الوقوع في اللوثات فينبغي أن يعزز هذا المفهوم في أوساط المجتمع وبخاصة في أوساط الشباب المسلم وأن يكونوا على المنهج الوسطي المعتدل فلا إفراط ولا تفريض ولا غلوة ولا تقصير أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال وأسأله جل وعلا السدادة في القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته